يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ياخي الفيفا ديت الأجندة الدولية حاجة سبحان الله في منتهى الملل في كرة القدم في منتهى الملل آه صحيح احنا نحب مطشطنا الودية منتخم مصر عشان منتخبنا بس تزهق من الكرة في العالم مش عايز تفرج على المباريات في العالم نفس القصة بقى لكل جمهير الكرة في العالم الأجندة الدولية دي حاجة خلاص الوقت بيجري معاها ببطء شديد يرجع تاني بقى من يوم الجمعة دوري أسباني دوري ألماني دوري إيطالي دوري فرنسي وطبعا ملك مولوك البطولات الدوري الإنجليزي هيرجع هيرجع ونستمتع بقى نستنى نشوف أرسنال هيستمر ولا لسه ولا لسه كتير قوي على أرسنال التاريخ لا شكله هيستمر شويتين تلاتة منشستر سيتي واخد الناقة وعمال يجري ومعاها سوبرمان هالند سوبرمان حقيقي يعني حاجة إعجاز الليفر لسه بعيد صلاح لسه بعيد في المينيو بعيد نونس لسه ما أكلش صفقة أو ما تقالش عليه صفقة سوبر حقيقي لليفر جوتا لما بيشارك مش هو جوتا البدايات لويس دياز صحيح لعيب كويس بس برضو مش مكان ساديو مانيه فيه تفاصيل كده يعني في الليفر أهمها نص الملعب اللي فيه مشاكل كتير قوي وفيه أزمات كتير أوسيح الليفر حاول يلحق نفسه بأرطور أنه هو يجيبه يدعب بنص الملعب ويجيبه رجع من الإصابة تيجبه ألكنتارا رجع من الإصابة تحسن الأمور شوية الناحية التانية تشيلسي هو بيغير مدرب بيعمل أنه يفوق مرة أخرى تخلمشي وبعد كده تقال أنه تشيلسي هيمر مرحلة صعبة رغم التدعيمات المحترمة جدا أبرصها طبعا كلبالي في الدفاع وستيلنج في الهجوم منشلسة رونيتد مع تينهاج تينهاج قدر يفهم أو يشوف المشاكل في منشلسة رونيتد فبدأ يحقق نتائج رائعة جدا بعد أسبوعين في منتهى السوق في الدوري الإنجليزي توتنهام مع كونتي في الصورة دوري حلوة أوشي طبعا تعد الفرق اللي بتتنافس ومتخلص تعد ومتخلص دور الأسباني ريال مدريد بمنزيمة بغير بنزيمة مع أنشلوتي مفيش هزار فرقة جامدة أوشي فرقة جامدة أو تكسب أي حد كسبانا قتلتكم مدريد آخر المباراة ولسه مكمل متصدر الدوري بالعالمة الكاملة برشلونا كان بدأ يفوق وبدأ يظهر قوة من القوة اللي كان بيقدمها زمان في سنوات ماضية سنوات ليونيل ميسي وتشابي وإنيست بس حظه السيء إنه إصابات بالجملة إصابات عديدة فين؟ في الأجندة الدولية كل لاعب ودبر شلونا المنتخب بلاده رجع له متصاب أي لاعب بعد زي ما أنت عايز أروخ وديونج وكوندي وكل اللاعبين اللي تصابوا أو التعالن إن هم مصابين بالجملة تتكلم في خمس أو ست لعبين على الأقل بس ليفا لسه عايش ليفا سليم ليفاندوفيسكي اللي النحى التانية في إنجلترا في هالند في أسبانيا في ليفاندوفيسكي واللي اتنين كانوا بيلعبوا في ألمانيا والآن بعدما كانوا يتنافسان على مستوى دوري واحدة والدوري الألماني الآن يتنافسان على المستوى الأوروبي أقوى دوريهم في العالم الدوري الإنجليزي هالند والدوري الأسباني ليفاندوفيسكي اللي اتنين فتحين على الرابع فتحين على الرابع في الأهداف مفيش بعد كده هزار إيطاليا بقى الحكاية حكاية اليوفي رغم التدائمات مع أليجري عايش مأساة والنتائج في منتهى السوق وعايز أمشي أليجري بس أليجري شرط الجزائي بتاعه كبير فهيبقى عندي مشكلة لو مشيته فاليوفي شكله مكمل مع أليجري الميلان سطره يسيب سطر صاحب اللقب طبعا مش هو الميلان بتاع السنة اللي فاتت الإنتر بعيد ونابلي مع سبالتة عامل أداء رائع في الدولة الإيطالية وفي البطولة الأوروبية طبعا دوريات حلوة والكلام عنها حلو وحماسي ويبسط أحي راجعة من يوم الجمعة من يوم الجمعة بكرة إن شاء الله ننبسط بقى ونفرح ونشوف كرة حلوة وحقيقية